السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهل وسلام بكم اعزائنا متابعين قناة هلو انجلش النهاردة درس عن اه تحويل اه اي عرض الى فيديو بدون اي برامج تابعونا عشان تعلم النهاردة حياة جديدة اه طبعا ده طبعا ده الفين وعشرة يا شباب اه اه الفين وعشرة في ميزة جميلة جدا اه كنت بحاول ان انا احاول اه عرض اه لفيديو عشان اخفز على الفورمات بتاعه يعني وكنت ببدأ اعمل عليه اه تسجيل صوت اه فاكتشفت ان هنا عندنا في ميزة بس جدا جدا بنفتح عندنا قائمة فايل ونلاقي عندنا حاجة اسمها save and send save and send ارسال وحفظ بدوس عليها من ضمن الاوبشن اللي هنا موجودة هتلاقي عندنا create فيديو create فيديو يعني انشئ فيديو لما بدوس على create فيديو يدينا اوبشن انت عايز كل سلايد او كل اه شريحة في الباوربوينت تقعد معك كم ثاني الديفولت بتاعها هنا كان خمسة انا عملتها ثلاثين ساني براحتك عايز تخليها عشرة خمستاشر عشرين حسب انت معامل على اه او سيناريو بتاعتك يعني فانت بتخليها براحتك خالص وتقول له عندنا create ايه create فيديو بيبدأ عندنا يقول لك اختار المكان اللي انت هتحفظ في الفيديو واسمه كمان ممكن تغير الاسم هنا براحتك وممكن عندنا تختار الفورمات بتاعك اللي هو هيبقى دايما ايه ويندوز ميديا فيديو طبعا تبقى الجودة عالية جدا يا شباب والمساحة كمان صغيرة وممكن بعض البرامج قادر احولها لو انا عمز بعد بقول له عندنا بتلاحز عندنا تحت هنا بدأ يعيد هنا تحت هوت بيعيد عندنا اه عدد اللي هو لحد مية في المية معناه ان هو ايه ان هو حول خلاص طبعا اه هنشوفه عندنا حول ازاي هنا هو الفيديو بعد ما تحول هنفتح عندنا المكان اللي احنا اختارنا التحويل يكون فيه هنا هوا يا شباب التحويل بتاعنا كان اسمه اكتب اند ايه اند بس نفتح عندنا التحويل زمان شايفين كده بالزبط الفيديو تحول وبقى عندنا اه شكله كده بدون اي برامج ربك ما استفدنا النهاردة من موضوعنا وان شاء الله اه نلتقي في حلقات تانية فيها حلول لبعض المشاكل اللي بصدر بتابدنا في شغلنا اه ولعجبك الفيديو نعمل لايك سبسكرايب ونعمل شير عشان نكمل مع بعض نقدم محتوى مفيد للجميع ان شاء الله وازن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته